ميدانياً أوضح مراسل إخبارية بأن قوات الجيش أحرزت تقدماً جديداً في مدرية البقعة بسيطرتها على العديد من المواقع الاستراتيجية الهامة في محافظة صعدة شمال شرق اليمن وبحسب مصدر عسكري فإن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة القناصين والتباب السود وجبل الشعير وسط فرار جماعي وانهيارات كبيرة في صفوف لول ميليشيا الحوثي الإيرانية الإنقلابية وقد أدت تلك المعارك إلى مقتل ما لا يقل عن عشرين عنصراً من الميليشيا الحوثية وإصابة العشرات علاوة على استعادة قوات الجيش لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وفي محافظة لحجة جنوب اليمن واصلت قوات الشرعية تقدمها باتجاه محافظة تعز في منطقة كرش بعد سيطرتها على العديد من المواقع في تلك الجبهة وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش سيطرت على منطقة التب الحمراء وجبل الحمام الاستراتيجي وسط معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة كما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين عنصراً من العناصر الإنقلابية يأتي ذلك فيما نجحت قوات الشرعية من عملية التفاف ناجحة حيث وصلت إلى أطراف مركز مدرية حيس في محافظة الحديدة ومقتل ستة عشر عنصراً من فلول ميليشيا الإنقلاب وأكدت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش تمكنت من محاصرة الإنقلابين من جهة الجنوب والجنوب الغربي للمدينة وسيطرات على العديد من المزارع وخطوط الإمداد وكبدت الانقلابين خسائر فادحة في المعدات والعتاد في تلك المواجهات